اقرأي القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين نكمل إن شاء الله تعالى في تفسير سورة الواقعة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون السابقون هؤلاء السابقون المؤمنون الأتقياء السابقون إلى الخيرات السابقون إلى الجنات أولئك المقربون أولئك أصحاب الدرجات الرفيعة العالية نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء في جنات النعيم يكونون في الجنة في دار السلام ثلة من الأولين الثلة الجماعة الكبيرة في السابقين جماعة كبيرة من متقدمي هذه الأمة من حيث الزمان فقول الله عز وجل ثلة من الأولين أي من متقدمي هذه الأمة عددهم كبير الذين هم من السابقين وقليل من الآخرين أي يقل عددهم في متأخري هذه الأمة من حيث الزمان أي متأخر هذه الأمة من حيث الزمان السابقون منهم هم الأقل ليسوا الأكثر ثم قال الله عز وجل على سرر موضونة أي يجلسون على سرر موضونة منسوجة بالذهب وشبكة بالدر والياقوت متكئين عليها متقابلين يجلسون متكئين هذا الاتكاء هو عن راحة وخلو القلب عن أي هم وغم يجلسون متناعمين على هيئة المتكئين وقال عز وجل متقابلين ينظر بعضهم إلى بعض ينظر الواحد إلى وجه أخيه لا تدابر بينهم ولا تباغض بينهم الله عز وجل قال ونزعنا ما في صدورهم من غل نسأل الله عز وجل أن يجمعنا جميعا في الجنة ثم قال الله عز وجل يطوف عليهم ولدان مخلدون يطوف على هؤلاء السابقين ولدان مخلدون هؤلاء الولدان خلق خلقهم الله عز وجل بخدمة أهل الجنة ووصفهم الله عز وجل بقوله مخلدون هم مبقون على هذه الهيئة التي يكونون عليها وهم حسان الوجوه وصفهم الله عز وجل بالحسن في كتابه العزيز كما قال عز وجل إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا بأكواب وأباريق وكأس من معين يطوف عليهم هؤلاء الولدان المخلدون بأكواب وأباريق الأكواب الأواني التي لا عرى لها ولا خراطيم وأما الأباريق هي الأواني التي لها عرى ولها خراطيم وكأس من معين أي من خمر هذا الخمر الذي يشربونه ليس كخمر الدنيا لا يصدعون عنها ولا ينزفون هذه الخمر التي يشربونها لا يصدعون عنها أي لا يصيبهم صداع بسبب شربها ولا ينزفون أي لا يسكرون لا تذهب عقولهم كما قلنا هي ليست كخمر الدنيا ليست نجسة وليست مرة الطعم ولا تسبب صداعا ولا تذهب عقولهم وفاكهة مما يتخيرون أي يطوف عليهم الولدان المخلدون بأنواع كثيرة من الفاكهة مما يختارون ويشتهون ولحم طير مما يشتهون إذا اشتهى الواحد في الجنة طيرا يجده حاضرا أمامه فورا مشويا وحور عين أي ولهم حور عين الحور جمع حوراء والحوراء هي شديدة بياض العين شديدة سوادها وأما العين جمع عيناء وهي واسعة العينين مع الحسن والجمال كامثال اللؤلؤ المكنون شبه الله عز وجل الحور العين باللؤلؤ المكنون أي اللؤلؤ المحفوظ المصون فاللؤلؤ المكنون هو اللؤلؤ المصون المحفوظ في أصدافه مما يغيره جزاء بما كانوا يعملون أن ينالون هذا الثواب العظيم بسبب ما كانوا يعملون في الدنيا لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما لا يسمع أهل الجنة في الجنة لغوا لا يسمع أهل الجنة كلاما باطلا اللغو هو الكلام الذي حق أن يلغى الكلام الباطل وكذلك لا يسمع أهل الجنة تأثيما أي كلاما منسوبا إلى ما فيه إثم فلا يتكلم أهل الجنة إلا بالحكمة القيل معناه القول أي لا يسمعون إلا قولا ذا سلامة لا يسمعون لغوا لا يسمعون باطلا لا يسمعون تأثيما لا يسمعون كذبا إلا قيلا سلاما سلاما ويسلم بعضهم على بعض والملائكة تسلم عليهم نسأل الله عز وجل أن يجمعنا جميعا في الجنة نعوذ إلى تلاوة الآياد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشترون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما صدق الله العظيم والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكا قرأي القرآن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر